هرجع بك تاني الى مصر القاهرة مصر لا تقوم فقط بالزئير يعني وان كان في المنطقة اسد يزأر فهو القاهرة ولكنها لا تزأر فقط ان زأرت فهو زئير للتحذير للتحذير ومصر الحقيقة تحذر قليلا وتفعل كثيرا الكل يجب انه يستوعب انه المصلحة الحقيقية والكملة هي في سلام حقيقي عادل دائم في هذه القضية سلام حقيقي عادل دائم يعني ارجع لحدود 4 يونيو 67 يعني الودس الشرقية غاصمة لفلسطين الحرة المستقلة بس لو في حد حاول يخرج برا اليقين ده يبقى هيشوف المشهد القائم من يوم 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظة دائما وسيتسع وهيتسع في كل الدول العربية يا جماعة انت بتتكلم على اقدم قضية سياسية وصراع في التاريخ لو حبيت تحسبها من ايام وعد بلفر يبقى من 1917 حبيت تحسبها من ايام مؤتمر بازل يبقى من 1898 حبيت تحسبها من 48 يبقى دي 75 سنة شوف انت حبي بتحسبها منين الاكيد انها اقدم قضية سراع على وجه البسيطة الاكيد ان الكيان الصهيوني هو الكيان المحتل الاستيطاني الوحيد الباقي في العالم الاكيد ان الكيان الصهيوني هو الكيان والدولة الوحيدة التي اذا اعترفنا انها دولة التي تقوم بعملية ابادة جماعية لشعب ما اللي بيقتلوا الاثنين مليون ونص مليون بني آدم يبقى ايه وحصارهم يبقى ايه وتجوعهم يبقى ايه وتعطشهم يبقى ايه ومنع المهمات الإغاثية عنهم يبقى إيه ده كده كده ومن قبل 7 أكتوبر وهم محاصرين في أكبر سجن مفتوح عرفوا التاريخ مش قائم عرفوا التاريخ